قرار الكاف يضرب الجدل الدولي حول مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة أثارت مباراة بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي جدلاً كبيراً بسبب رفض السلطات الجزائرية لقمصان الفريق المغربي التي تحمل خريطة الملكة المغربية بسبب وجود رسم لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها تبعاً لهذا الرفض تم سحب جميع التشيرتات من لاعبي نهضة بركان مما دفع الفريق المغربي للتمسك بحقه في خوض المباراة بهذه القمصان بعد رفض لاعبي نهضة بركان المشاركة في المباراة تم مغادرة الملعب ما أدى إلى تعليق المباراة التي كانت تجمع بين الفريقين في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية وبعد وقوع هذا الحدث تم إبلاغ النادي الأهلي المصري بالأزمة التي نشبت والتي تعكس التوتر السياسي بين المغرب والجزائر وعلى الرغم من أن الفريق المغربي حصل على موافقاً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستخدام القمصان المرفوضة إلا أن السلطات الجزائرية رفضت دخولها إلى البلاد بسبب الرمزية السياسية التي تحملها تسعى نهضة بركان المغربي للصعود إلى الدور النهائي من البطولة وتمنحه القواعد الرسمية للبطولة فوزاً بثلاثة أهداف دون رد بسبب عدم مشاركة الفريق الجزائري وانسحابه من المباراة وفي الوقت الحالي ينتظر مسؤول الفريقين القرار النهائي الذي سيصدر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف حيث من المتوقع أن يتم عقد اجتماع طارئ لحسم هذه القضية الملتعبة ترجمة نانسي قنقر